السلام عليكم اليوم خمسة وعشرين يناير لسنة الفين وثلاثة وعشرين المزوق عادي لابن سيدة حبيبة زيلين من القضية ولا الميل في المعروف الميلة في المرأة الحديدية اليوم السادس يوم دخول الوليدة في اضراب مفتوح عن الطعام نتيجة دخول الاضراب مفتوح عن الطعام هو تعسف التعذيب الذي تتعرض له داخل المؤسسة السجنية وايضا تعسف وتعامل مس بالكرامة الإنسانية وبالحقوق ديالها التي تعرضت له منطرف بعض عناصر الفرق الوطنية الشرطة القضائية بالطلبية هذا الشيء الاضراب بدى نهار 28 النهار بغضو نهار الجمعة الى حدود اليوم سكيفة كما يكتلكم ستيام مدير مؤسسة السجنية يتملو الجزء بأقادير حرمها من كرسي متحرك تحت تحت سوبخيتكس بأنها خسرت صوروا معي مؤسسة سجنية كده كده شو أقادير فيا يمكن الآلاف ديال المعتقالين وفيا كرسي متحرك واحد هذا الشيء يعطينا فكرة علانة والخدامة لكن هذا الشيء بالصح ونعرف بأن هذا الشيء بالصح كم جموعة الكراسي وبأنه كانت السياسة لتعديب ومنهج النفسي والجسدي ضد الولدة خصوصا أننا تقدمنا بشيكاية إلى المندوبية إلى الرئيس المباشر دياله والذي هو منذ بالعام وكي يخرج لما بلاغ هذا البلاغ يعنيه لا يوجد خلال فيما قصتي كان شيء خلال أنا لم أكن أمم لكن هذا هو الواقع هذا بالنسبة للملف ديال واليدة ديالي يقول بأنه سيكون كل شيء مزيان كل شيء هذا وكل شيء كده سيكون مغالطة كل شيء تحريف الحقيقة واليدة ديالي لا سيكون مزيان حتى تحيد من عندك مؤسسة سجنية وتنقل بلاس أخرى ويتسمع لها الأقوال اللي يلعب شأنك يدعو بعين الاعتبار تقدمنا بشيكاية جنائية ضدك في التعذيب وإلى آخره أرسلنا للمجموعة دي الجهات والنيابة العامة هذا بنتا ماشي غير قول لي بغيتي تقول أرسم قاعدة بغيتي ترسم قاعدة في الحيوات ما عندناش مشكل إحنا اللي غادي هادك اللي غا يحدد هذا شي هو الجناء ديال المندوبية ديالكم وسيخشو النيابة العامة وعرض الوليدة ديالي لأطيب خبرات ولاتية سينون ما عرضتوش على الوليدة ديالي اللي علادة شاركة تسمى سواء النيابة العامة أو من جلس الوطن للحقوق الإنسان قاعد الناس اللي علمتهم بسيتنا على سيدنا والعائلة ديال والأنا كان علموما دوك الناس أقرب لنا من أي جهة أخرى وكانوا يتفاعلوهم على الشكاية ديالنا من بعض المسؤولين وكايدوها في الشعب ديالهم الباقي المسؤولين الباقي اللي علمناهم ستسمى بأنكم راكم تساهمون في التعديب ونحن نتخذ جميع الإجراءات إجراءات على المستوى الدولي سنعود نقوله وعرفين بأين ما نقول راكم ندير حاجة وحد أخرى سنكتبو لسيدنا ديما نكتبو لسيدنا الله يشافيه والله ينصره والله يطوله في أمره كنكتبو لي بشي نعلموه بالأمور اللي واقعة حاجة وحد أخرى بالنسبة للميل ديالي أنا أنا تمت متابعاتي من طرف نفس العناصر الفرقة الوطنية تصوروا معي لذي جدرت لهم الشكاية لتكون عصابة إجرامية وتزوير والتعديب والرشوة والغادر للأخير كيمشوا كي دولي شكاية بإهانة هيئة منطمة أنا درت بهم عصابة منطمة وما در لي هيئة منطمة لما أبعدش على بعضياتنا وإهانة موطفين عموميين أثناء مزولتهم لمهامهم رغم أنني أنا كما نقول لكم الشكاية التي كنت درتهم قبل رئاسة النيابة العامة رغم هاول ما فيها وتجاه أمنين كبار داخل الفرقة الوطنية تحجم التحركات وإن لو شكاية رئيس النيابة العامة في المئة للشكاية ضد الحاجة للفرقة الوطنية تحجم التحركات تحجم التحركات تحجم التحالة على القضاء في الحق لأنه يكفلون دستور 118 صفتنا القضاء ويقول القضاء بعين دوك الناس بارئين وخليهم يتابعوني أنا مبعدون ندخل للحبس حرمنا السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العامة لدى محكمة النقض من هذا الحق وبصفاته قاد وطبق الفصل 117 من قانون المستر الجناء من دستور المغربي فهو حامل حقوق الحرية دينا بالعكس ذلك فأخذ انتهكت حقوقنا وحرياته تحت أنظاره عندما كانت تحكم موليداته وتعدى بمحاكم أقادير وبمقر الفرق الوطنية الشرطة القضائية بالضربة ورغما إعلامي بذلك ورغما أنا في قاعة المحاكم كانت تصدرات مجموعة دين المعلومات بوثائق اللي هي عند طابعة رسمي يتظهر دير رشو تشعجم الدر فيها تشعجم الدر فيها تشعجم الدر فيها بالعكس احنا لك يضبروا لنا على التهام وتغاسي الأموال وإهانة موضف جميع أنا التهام اللي يدروا لي أنا 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 أحضر على صاحب جلل وأفتخروا بذلك حيث أنا جرت من جميع الحقوق دي المواطنة أنا والعائلة ديلي أنا أحضر على العائلة ديلي درهم لي إما الحاجة إما الفرقة الوطنية اللي كيخدموا بوح طريقة موازية غنشرح لكم علاش كيجيو هذا محضر ديلي باش أهن تنيى هاد عناصر فرقة الوطنية نقرأ عليكم وبينما نزاول عمل لنا بالمصلح نتطلق إتصال هاتفي عبر موز ديلي ويجبوني جبط لا ليس هذا هذا المحضر إتصال هاتفي سبحوني ها هو هذا تنزل الأقوال لكي أهنتهم لا تهضر معي أنت ماشي شغلك أنتما ما بغيتو تعطوني معلومات والاستدعاءات كلام غير مفهم أنت وزومة ديليل كلام غير مفهم در لي دقش ديال تلصق يتوياه كثفت لي استدعاء دولة الحق والقانون وسمع أنت ثم يقاطعه أحد عناصر للشرطة بعدما طلب منه الهدوء كونه بداخل المصلحة إلا أنه رفض ذلك ورد عليه بعباء عبارة سكوتنتا وقول له هكذا فرد عليه عنصر الشرطة بأنه سيتم تحرير محضر في الموضوع بحضره وباقي العناصر وقاطعه من جديد ورد عليه بالعبارة التالية وأن تتحرش بينك ضحية وكتدير موضوع الشيكاية تكون عصابة إجرامية ونتم معهم يلا نزيدك أنتم من الفرقة الوطنية عصابة إجرامية واحد عناصر عصابة إجرامية موضوع الشيكاية هذا سبب نقول له بأنني رددت فيك شيكاية العصابة إجرامية وبالصحة نحتضى أنا رئيس النيابة الشخصية وصفتها الجهات عليا وصفتها السيدنا وصفتها السلح الموشي وصفتها السيدخيسي وصفتها الساعة عشر ووكيل اللي عام في المغرب نقول له ما ذوك عصابة يا الله أنا لم يكن ندخل عند ووكيل الماليك ولكن يدخل شي قاضي شي مواطن كيف ما كان أقدم قاضي ولا أقدم ووكيل الماليك ونائب ووكيل يقول لي أنت متهم ولا أقدم البوليسي يقول لي رأي أنت عندك شي كيادية لتكون عصابة إجرامية كتسبها إهانة وقد في حق مواطن أنا قلت لي ما كانوا بالصح وتقدمت بطلب كتابي يؤكد الأقوال لسيد ووكيل الماليك بمراك ما الذي لا يريد أن يحيد لهم نوكت الذي يجعلهم أن يطحنوننا بهذا المصطلح لأننا كعائلات المزوقة لم يكن سوال ونحن يمكن أن يكون لديهم غير طراب يمكن أن تسحبون يمكن أن نعبيض لأننا نحن حرين نحن الكرامة في كل شي نحن لدينا الكثير من المعطيات نطلب منه اليوم المحامين الذين يأتي عندكم يتابعوكم من تماما ما أريدون لا أفهم ما أريدون هذا الناس أنا لدينا يقين بأن مجموعة المسؤولين حكماء في هذه البلاد وصراحة حكماء لأن لأن هذا الضبطي إدارة العامة الأمن الوطني لم تتبع إيش ليس ليس لما يتحدث بها كنت كانت تشكي بها وليس لما يتحدث سيد رئيس شرطة القضاء لم يتحدث تجد المدير يخرجوا لم يتحدث لأنهم عارفين لا يريدون يتورطوا في شيء حاجة وليس لأعقل السيد الحموش السيد الدخيس بأن هذه العناصر الفرقة الوطنية لا يريدون يقولون هذا الشكاية الكيدية ومزورة كاملة بشهود الزور صوروا بأن مستندوا السيد الدخيس والحموش على خدامة الحاج وأن هذا الخدام الحاج يتحدث يوضجة صنطة للضابط القضائية عليه مهزلة هذه لا لا يفكر حتى التركيب لا أعرف كيف يفكر هذا أنا عارفكم بأن كنتم مبعاد على الحموش السيد الدخيس وقد طلب منكم تدخلوا لوقف لأن الناس يخدموا المصلحة المباشرة للمحاضر محاضر ضابط القضائية الفرقة الوطنية الحاج وتسترع على جرائم وتسترع عليه ولاده يريد على جرائم الليدر الغاسل طبيع الأمر والثقاف الوالدة وشهد الشركة لا لديهم كونتاب وكونتاب لا لديهم كونتاب لا عارفون ما الفرق بين مجهولة الجرائية ومحدود المسؤولية كيف يجبون الشهود يركبون وكيف كانوا لديهم الشهود يجبون شهود يشهدون معهم علي اعقل صفت لك 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 وبغيت وقعت توكيل بأن تزدد كل ملفات من المحكام من أعطاكم توكيل وتقرأ لها وليس ذلك شي أنتم مانيت معينين رغا تشوف ذلك صفت لك ومرا لا منحتاج نقول أنا أؤمن بالمؤسسسات أؤمن بالدولة الكيليبر نحن اليوم ولينا عايشين تحت رحمة مجموعة للأشخاص السيد رئيس النيابة العام والوكي العام لدى محكمة النقد أنا لم أريد تحرك هذه الشيكاية سنشتاكل الملك وسنشتاكل السيد الرئيس المتدب وسنشتاكل السيد المفتش العام الذي تنقلي على الاحترام كبير جدا لأن لا يمكن أن ترى مئات الشيكاية ولو الشيكاية وحدة ما تتحيلها للقاضع لأن كقدرني كتحرمني من الحق للتقاضي وانا ما كان طالبه ما كنا نطلبه إلا بالحق دينا لا ده بدأ نطلبه بالمسألة الناس اللي جاوا سمي ومفلي لجزي بخير محلته ضدهم السيد الوكيل اللي عام لدى محكمة النقد محلته ضدهم مساطر لها كان كان نقرأ لكم النص للتعريف للتعذيب من يسكوتوا علي أو من يدر هذاك رئيسة المجلس وطن لحقوق الإنسان هي رأى معكم لا 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 نصفتكم معلومات معلومات تخدم معلومات وما سيقوم لهم وانا لم يبقى نصفتني بالعامة معلومات الخاف اللي لم يقوم لهم نصفت جهات أمن أخرى وصاحب نحن مواطنين عاديين لا يوجد انتماء لا يوجد توجه سياسي لا يوجد أرضية لا يوجد أجندات لا يوجد ملكيين بالعكس تزادت الملكية مع المحنة لأنه يريد جاوب معنا والديون يريد جاوب معنا وكذا تشيرها كثيرا علينا إما نحن في دولة الحق والقانون إما صفتنا ورقة قلنا أنهم مواطنين مغاربة وليس في دولة الحق القانون وكذلك نحن نأمن وكثيرا نحن ندستر القانون كثيرا من مجموعة المسؤولين وكذلك نحن نكتبون خطابات الملكية لا يوجدون لهم ولدرجة أنني لم نكتب صفت صاحب الجلالة ولا صفت المسؤول الحموش ولا صفت الهداة ولا صفت المنصورية ولا صفت الهداة ولا في ضب ماتبة ضرفة شديدة بالنسبة ليا نحن نعرف بأن هذه شيئ ما سوف يدير فيها ولو هذا شيئ رائع بزاف وش نقول لكم كان مشكل كبير على مجتور رئاسة نيابة العامة والمجلس الوطني الحقوق الإنسان وهذا واقع والذي يريد الورقة نخرج له الورقة وشكرا جزيلا لكم